موسيقى اهلا بكم متابع القناة في فيديو تعليم جديد للغة الانجليزية فيديو اليوم موجه لتلاميذ السنة الرابعة متوسط ورايحين شوفوا فيه وضعية ادماجية situation of integration هذا الوضعية تتعلق بالعولمة الثقافية cultural globalization بعد الطلابات العديدة والعديدة اللي وصلتني من عندكم حول هاد الوضعية حاولت اني نديرها لكم بابسط واسهل الطرق الممكنة لذا لكتابوا معايا الفيديو حتى الاخير وما تنسوا شكرا على الضغط على زل الاشتراك ومتابعة القناة and let's dive into our video قبل ما نشوفوا الوضعية مكتوبة ونقرأوها مع بعض نوريكم طريقة الكتابة وراني فهمكم بنقبل بللي كل وضعية لازم تكتبوها على هاد الشكل Introduction Development or Body Conclusion يعني الوضعية لازم تكون مكتوبة على شكل مقدمة عرض وخاتمة خلال كتابة وضعية عن العولمة الثقافية Cultural Globalization واش تقدروا تتذكره في المقدمة؟ تقدروا تتذكره Definition of Cultural Globalization يعني تعريف قصير عن العولمة الثقافية وتتذكروا بأنه بعض الأشخاص مع هاد الفكرة وبعض الأشخاص ضد هاد الفكرة For or Against واش لازم تتذكروا كذلك خلال العرض؟ Development Prose and Cons يعني تذكروا الإيجابيات اللي نسميهم بالإنجليزية Prose And Cons هما السلبيات يعني Prose نستخدموهم باش ندعموا هاد الفكرة And Cons نستخدموهم ضد هاد الفكرة وهنا راح نستخدمو مجموعة من الحجج Some Arguments لذلك راح نستخدمو اللي فهمتكم عليهم المرة الماضية في اللغة الإنجليزية Chronology Markers محددات الزمن اللي نستخدموهم باش يكون عدنا تسلسل في الأفكار مثلا First Second Next Then Finally راح نكذلك خلال العرض نمدو الرأيين تعنا So we're going to give our opinion or our point of view وهنا راح نستخدمو مجموعة من العبارات مثلا I think I believe In my opinion Etc كين العديد لكن أنا خيرتكم هادو ثلاثة نظرا اللي الباصات تنتحهم في الخاتيمة واسمنا زمن الذكره We're going to give some recommendations يعني راح نمدو مجموعة من الاقتراحات اقتراحات اللي نظنو انها ملائمة ومفيدة وكم ملاحظة هاد الفقرة راح تكون نوعا مطويلة عن باقي الفقرات اللي شفناهم من قبل يعني صراحة ما راحش تكون فقرة بين 6 و 8 أسطر راح تتجاوز 8 أسطر لكن ما تخافوش راني مختصر لكم هادو الفقرة أشد اختصار تبعوا معايا أنا بدي تبهد المقدمة تبعوا معي القراءة انتحها العلم الثقافية تعني ببساطة ان الناس من جميع انحاء العالم يتصرفون بنفس الاسلوب بعض الأشخاص مع هاته الفكرة والبعض الآخر ضدها إذا لاحظتوا بديت بتعرف قصير عن العلم الثقافية وتكرت بعد ذلك انه بعض الأشخاص مع هاد الفكرة ويساندوها وبعض الأشخاص ما يساندوها شو ضد هاد الفكرة وهكذا فزوش ستوربرك قدرت مقدمة للفقرة نتاعي نفوتوا الآن للعرض وراح يكون هو أطول جزء بحكم أنه أغلب المعلومات رح تكون مذكورة فيه تبعوا معايا القراءة follow with me فريق من الناس يعتقد أن العلم الثقافية تجمع الناس مع بعضهم إنهم يعتقدون أنها تساعدون على العيش كأمة كبيرة واحدة في هذا الجزء مديت مجموعة من الحجج لعلى أساسها مجموعة من الأشخاص تساند العلم الثقافية نواصل However, the other group believe that it is a threat for many reasons لكن فريق آخر يعتقد أنها خطر أو تهديد للعديد من الأسباب إذن شفتوا بعد ما ذكرت الإيجابيات وعلاش الناس تساند العلم الثقافية دخلت الآن في السلبيات وعلاش كان بعض الناس ضد هذه الفكرة First, they think that it is a new kind of colonialism أولاً إنهم يعتقدون أنها نوع جديد من الاحتلال Next, it will destroy our cultures and values بعد ذلك إنها ستدمر ثقافاتنا وقيامنا Finally, it makes young people accept new things that go against our beliefs أخيراً إنها تجعل الأشخاص الصغار أو الشباب يقبلون بعض الأفكار التي لا تتماشى مع معتقداتنا وهنا مدينا تلت حجج ضد العلم الثقافية وراكم تلاحظوا بليراني مستخدم First, Next, Finally اللي هما Chronology, Markers ونستخدموهم باش نمدوا الحججن تعنا Arguments بعد ما ذكرنا الإيجابيات والسلبيات Pros and Cons نفوتوا الآن نتذكروا الرأي الشخصين تعنا In my opinion, I agree to a certain point في رأيي أتفق لدرجة معينة هنا استخدمت In my opinion في رأيي اللي نستخدموها كما فهمتكم باش نمدوا الرأيين تعنا وهنا واش هو الرأيين تعيي؟ باللي نتفق مع هات الفكرة لكن لدرجة معينة يعني ما نيش مية بالمية ضدها وما نيش مية بالمية معها I love the idea of living as one big nation But at the same time I dislike giving up my cultural values هنا قلت بلي أحب فكرة العيش كأمة واحدة لكن في نفس الوقت لا أحب التخلي عن ثقافتي وقيامي إلا لكم طلحتوا في آخر جملة أنا مستطر لكم على جزء ليهو I dislike giving هنا استخدمت الفعل dislike The verb dislike اللي يعني لا أحب ولي نستخدموه باش نعبرو فاللغة الإنجليزية عن شيء ما نبغيوش نديروه Expressing our dislikes واللي قرأتوهم في الفصل الثالث إذا شفتو علش الدروس كامل نتعلو إحدا مترابطة في مع بعضها كامل دروسة القواعد اللي قريناهم مش الهدف منها انو نجابو عن اسئلة القواعد فليس يجل نحلوهم ولكن كذلك باش نوطفوهم خلال الكتابا تعنا تبقى أن الآن فقط الخاتمة The conclusion تبعوا معي القراءة انتحها You may agree or disagree with my opinion يمكنك الموافقة أو عدم الموافقة على رأيي Just remember that we should never forget our identity on the way of development فقط تذكر أنه يجب علينا عدم نسيان هويتنا خلال طريق التطور وهذه الجملة اللي راني مستطر لكم عليها كانت هي الاقتراح نتاعي It was my recommendation وراني مستخدم في هذه الجملة Should وراني يفهمكم من قبل باللي Should و Must نستخدموهم لطرح الاقتراحات To give our recommendations وبهذه الطريقة نكون اكتبنا فقرة كاملة عن العولمة الثقافية عن إيجابياتها وسلبياتها مدينا الرأي انتاعنا واقترحنا اقتراح في الآخر ننتقلوا الآن نشوفوا طريقة ثانية للكتابة حول هذا الموضع وهي الطريقة اللي راهما يدينها لكم في الكتاب المدرسين تاكم في الصفحة رقم 122 والصفحة رقم 123 واشي هاده الطريقة An open letter An open letter رسالة مفتوحة وهنا رايح نستخدمو نفس الفقرة اللي اكتبناها في السابق لكن مع بعض الإضافات باش تولينا رسالة تبعوا معي واش لازم نزيدو أول حاجة نضيفوها هي التاريخ The date On the top right corner of the letter يعني نزيدو التاريخ على الجهة اليمنى في الأعلى نتاع الرسالة نتاعنا مثلا أنا كتبت الرسالة هادي في 28 آفريل 2023 كتبت April 28 2023 ثاني حاجة رايح نكتبو العنوان The title An open letter to the Algerian youth رسالة مفتوحة إلى الشباب الجزائري وهنا راح يبقى لكم أنتم في كامل الرسائل نفس العنوان رايح تغير فقط لمن بعدتوها مثلا هنا بعتوا هاد الرسالة للشباب الجزائري وانتم ما قادرين تبعتوها الكامل للشاب الجزائري إذن هادك Algerian youth رايح تتغير حسب ما يطلبوا منكم كذلك رايح نزيدو التحية اللي نسميوها بالإنجليزية Salutation Dear friends أعزائي الأصديقة إذن تفكروا هادو ثلاثة The date Title Salutation وكي نكملوا الفقرة نتاعنا في الآخر رايح نزيدو اللي نسميوها باللغة الإنجليزية The closing يعني الخاتمة انتح هادك الرسالة نتاعنا وهنا نراني كاتب Thank you for reading شكرا على القراءة وكاموا لاحظة في الآخر تحت هاد العبارة Thank you for reading لازم نكتبوا الاسم نتاعنا حين اللي كتبنا هاد الرسالة لكن نظرا لأنه كتابة الاسم في ورقة الإجابة يعتبر محاولة غش تم حبسوه هنا وما تكتبوش الاسم نتاعكم يعني هنا يحبسو عن Thank you for reading وهكذا تتحصلوا على هاد الرسالة بهذا الشكل وما تنسوش فقط أنكم تأطروها باش تكون واضحة وتجيكم على شكل رسالة في ورقة الإجابة نتمنى أنه الفيديو تالي يومي يكون فاعدكم وتكونوا فهمتوا طريقة كتابة هاد الوضعية ورايح نخلي لكم الوضعية تبزوج في الرابط الموجود في صندوق الوصف هكذا تقدروا تليل الشارجة وهم وتراجعوا بيهم ما تنسوش في الآخر مشاركة الفيديو مع الزوما لأنتعكم باش تعمل فائدة لجميع نشكركم على حسن المتابعة Thank you guys for watching and see you next time Goodbye